ارادة ملكية سامية بتشكيل مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب وتعين الدكتور خالد الكلالدي رئيسا للهيئة وقابول استقالته من منصبه كوزيرا للشؤون السياسية والبرلمانية في التقرير التالي نتعرف على الاعضاء الجدد لمجلس مفوضي الهيئة المستقلة الدكتور خالد فرحان الكلالدي رئيسا لمجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب ولد الكلالد عام الف وتسعمائة وخمسة وخمسين وحصل على شهادة الطب والجراحة العامة من رومانيا في عام الف وتسعمائة واثنين وثمانين شغل الكلالد مناصب عدة كان ابرزها امين عام حركة اليسار الاجتماعي ورئيس هيئة ادارة صندوق التأمين الصحي في نقابة الاطباء بالاضافة الى عمله كوزير للشؤون السياسية والبرلمانية المفوض الدكتور نزيه عمارين ولد في محافظة الكرك سنة ثلاثة واربعين ويحمل شهادة الدكتوراه في الطب العام من النمسا وزميل كلية الجراحين الملكية البريطانية وكان عمارين عضوا في مجلس الاغيان الرابع والعشرين والثالث والعشرين وايضا عضوا في مجلس النواب العاشر والثاني عشر والثالث عشر وعضوا في مجلس امناء جامعة الحسين وعمل عمارين مستشرا واقتصاصيا في الجراحة العامة والغدة الدرقية وحصل على ثلاثة اوسمة وسام الاستقلال ووسام اليوبيلة ووسام الكفاءة الادارية والاستحقاق العسكري المفوض سمر الحاج حسن من موليد عام 1963 حاصلة على بكالوريوس في إدارة الأغمال وعضو في مجلس الأعيان الخامس والعشرين وعضو في المجلس الوطني لشؤون الأسرة ونائب أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة وعضو الشبكة العالمية للنساء وعضو لجنة الحوار الاجتماعي الأجندة الوطنية 2002 وعضو اللجنة الوطنية الخطة الوطنية للطفولة 2001 وعضو اللجنة الوطنية استراتيجية الشباب 2003 المفوض نيف الإبراهيم من موليد عام 1942 حاصل على لسانس في الحقوق من جامعة دمشق عام 67 وعمل محامي أستاذ وقاضيا للصلح في عمان عام 73 ورئيسا لمحكمة بداية إربد عام 76 وعمل أيضا نائبا غاما في إربد وعضوا في محكمة التمييز بالدرجة العليا ورئيسا لمحكمة استئناف إربد وقاضيا لدى محكمة العدل العليا وأيضا قاضيا لدى محكمة التمييز إضافة لكونه رئيسا للنيابة العامة وعضوا في المجلس القضائي الأردني ومجلس إدارة المعهد القضائي الأردني المفوض الدكتور زهير أبو فارس هو استشاري الأمراض النسائية والتوليد والعقم ونقيب الأطباء السابق حاصل على شهادة الدكتورة في أمراض النسائية والتوليد والعقم مارس العمل النقابي منذ بداية الثمانينيات حتى وصل إلى منصب نقيب الأطباء ويشغل منصب نائب الأمين العام لاتخاذ الأطباء العرب ورئيس جمعية المستشفيات الأردنية بالإضافة إلى توليه مهام رئيس الجمعية الأردنية للتطقيف الصحي